موسيقى 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 فإذا نتعال خطر لعام لثنين لثلاثة مش قاعدين لين كان هما ساء قدوها وتلهيو بيها ما تغرقش انت كي تغذل حاجة مكسرة متصلحيش ما بزي تتكسر تزيد تعملك مشاكل شنو ترى الحل بضبط الحل يلزم يجي انسان يخاف ربي ينزل على الناس المتوظفة اللي تقعد تخفي شهريتها ينظف زبلة ولاد في كل بلاسة الدم اللي كان ممنوع ولا حتى في السونتر فيل الدور تلقى عباد مخرجة ردلمه من روحته قبل كانوا يخطيو عليه لو صخفي كل بلاسة ما فهميش ما كل واحد عنده باستي تلاعباه انتي مثلا البلدية يبش تلم زبلة تلم كل وجه البلد تدخل للتراكل ما يدخلوا لهاش انا مرة نسهل في واحد في البلدية قدوه علم تدخلش للتراكل معنات هتلموه قال يعملو لنا بركاش معنات هوليد تغزق كيفاش العباد استهتار برشا وهملة برشا مهملين هالبلاد حتى بلاد الحرب مش كيفنا هاكم بلاد يبدأ فيها حرب وما تلقاش فيها الشيء ذي ونحن بلاد عاملين روحنا متقدمنا ومتقدمين ومتحذرين ونحن مش لئين مسؤوليتنا اللي مسؤول مش لهي بتونس وش كون المسؤول؟ نبدأ ونحن من الكبار واحد يبعثوا واحد مثلا الرئيس يعطي اللي تحته والوزير والوزير يعطي لرئيس الحكومة ورئيس الحكومة يخرجوا معنطا يدوروا يشوفوا يبعثوا نيس مختصة يشوفوا الحوم يشوفوا التكسير يشوفوا الردم ولا البرز زبلة البرز انتي في السيف العبيد الكورونا انتي تعرف كورونا معنطا مرض خايب وبيو يخوفوا ويتعداء العابد كتب دا الزبلة في كل بلاسة المرض حتى يكون بشيون قسيزيت انتي هاي المسؤولين هم اللي بشي تلهيو مش جيين مواطن عندي يقول لك انا شيمني انا نمشي نزال مركز جرناتي ندخل نظف داري ونرقط ولا كل الجيرين في بعضهم ساكن يبدوا يهزوا منه حطوا من انتي وصلت الزبلة توقت بتلف أيام قدام البيبي عم مقرفين ام عم لكونجيا وما جيوش الجمعة ديك دخل الجمعة اللحوم اخرى وذي كما جيوهيش ما عادش ما عادش ناس متواضفة قاعدة خايفة ما عندهم مش كون خافوا خاطر كل واحد له في نوارو طاو كل واحد له في حاجة تخصوهو ما عادش حتى كيشد هو هنا رافيه كرئيس كيلوزير كلكل اللي يشد خدمة قاعد له مشاكل خاصة على كورسي وقال فيا وقل ولينا حتى تقول عليهم في روضة أو قالوا حتى في التلفزة كيبدوا يحكيوا مع بعضهم فكل البلاتويت تقام يتعاركوا على قيل وقال قيل وقال ولينا بلاد قيل وقال وما عاش لايين مثلا بشي هذية وسط البلات كنت هكا في عهد الدين كانتش هكا كنت تخليلها تقول لحنا في غزة نعيش اوظر كيميونيت متحارب ما عنا شنوه زيد تقدم تلقى الزبلة زيد تقدم سيد تونس باي با باي باي ما تراش انو واعي المواطن زادا مربوط بها الحكاية ذي خاصة نكي نحكيوا على فاصلة الزبلة اللي مطايشة في كل بلاسة معانتها التونسي وين ما يجي معانتها البوبيري متاعو يطايشها معانتها لا واعي ما تنقول لك عليش هو بليجيبش يتليها ماكي هو ما حبش يتليها انتي اعمل خطايا هاكي العشراء بليت بيعلو فيه تسكروا وتخرج تختيه وعا الزبلة ما تختيش خطي كي ما نقولوا تلقى انتي مثلا الزبلة عصوا على بعضهم يقودوا ببعضهم يقودوا فما القويدة ها ويحد كي يسرق يقودوا بي ولا كي لوح زبلة خويا يتجي انتي في الأوروب تقدموا في الحاجة هذي ما يكلمكش ما يحكيش معاك انتي بدا قاعد تجيك الورقة بالوقت للدار اللي انتي خرجت زبلة ولوحتها يتخطى واحد اثنين ثلاثة اربعة تتتنحها وقتها هو ما حبش يفهم بالسياسة مشينوا بالقانون زبلتك تخرجها اما انتي كي بش تخرج زبلتك زيدا تحطها قدام الباب وتفرتها لقطاتس والبلدية ما تجي زيدا لو المواطن شي يقول لك لازمش تلقى مواطنين مثلا ينزلك زبلة يحطها في ساشيوي لاوحها انتي كي ما تجيش انتي في وقتك مثلا نعرفين البنادية التسعة بش تجي نس كل الزبلة تخرجها بعد التسعة ما اش تخرج لي زبلة عطيهم وقت كل شي بالنظام تتصلح لحما مسعيب بارشة مزنة مزنة خطر لايين قتلك في مورهم الخاصة مش لايين بالبلاد فهمتها نعم هم 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 وان شاء الله كل انسان يرجع انسان لاخرق عام الغلط مش لازم بالبونيا العنف ولا بارشة الكره ولا بارشة أحب بعثكم أحب بعثكم